تأمين الأخطار الإلكترونية يلي هي واحدة من التغطيات المستحدثة لحماية الشركات أو شخص أو أي شخص يمارس نشاط معين عن طريق شبكة الإنترنت فيما هي أهم التغطيات يلي بيشملها التأمين وخاصة في طلب ما يسمى الحكومة الإلكترونية رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونوضح كثير من النقاط مع دكتور ريامي خوري وسيد تأمين أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك وني أهلا صبع الخير سهلا صباحك وأهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نتعرف أكثر عن المخاطر الإلكترونية شو هي؟ اليوم الخطر الإلكتروني إذا بنا نعرفه كتعريف أكاديمي وفق مصطلحات تأمين وهو أي هجوم الإلكتروني بتعرض له البيانات إن كان بطلب الحصول على البيانات أو الاطلاع عليها أو حتى سرقتها بهدف طلب فدي أو بهدف الاستحواز على البيانات الشركات أو الأفراد تماما لكن كيف نحن نحمي حالنا نحمي يعني بدون تكلفات هي مانا اليوم موضوع اللي نتعرفه اليوم كتأمين أخطار المرتبط بالخدمات الإلكترونية هو ما رح يكون على مسؤولية الأفراد يعني اليوم اللي عم بقدم الخدمة لازم هالخدمة تكون مدعومة بخدمة تأمين لأنه اليوم بالخدمات الإلكترونية متنوعة إن كان على مستوى الجزء المالي أو على المستوى الجزء المعنوي يعني اليوم فيه بيانات شركات وإذا بدنا نقول بواقع الحال تعتبر البيانات اليوم كتير مهمة لكل شركة يعني هالبيانات اللي الشركة بتحطي على سيرفراتها هي أعلى قيمة بكتير من السيرفرات بالأصل اليوم ما فيه وسائق بتغطي قيمة البيانات بس لازم يصير فيه وسائق بتغطي قيمة البيانات صح هالحاليا عم يتغطى مثلا قيمة السيرفرات قيمة إعادة البيانات فنحن اليوم بحاجة عمليا عم يتطور منتج تأميني يغطي هالأخطار المرتبطة بسرقة هالبيانات اللي هي تابعة للشركة اللي بتتضمن معلوماتها بس نحن نكون عاملين لحماية قبل التأمين طبعا الحماية اليوم بغض النظر قد ما كانت الحماية قد ما كانت الحماية هاي مشكلة التكنولوجيا اليوم هي كل نهار بنهار عم تتطور عم تتطور الخدمات التقنية بالمقابل بتتطور وسائل الاختراق يعني مانا قد ما تكون الشركات مطورة وسائل حماية أكيد في وسائل الاختراق فلازم هي تكون طبعا نحن عم نفترض الأمور بأحسن الأحوال من ناحية تطوير الوسائل الحماية ولكن نحن للجانب في حال حصول اختراق لازم نكون في عنا أمان أو تعويض للشخص اللي هو عما يحصل على الخدمة فإذا كانت شركة في عندها بيانات إذا كانت شركة عندها بيانات أو عندها بيانات الشركات التانية فكمان وقت عم تنسرق البيانات عم تنسرق بيانات الجهتين فممكن يصير إلى طلب فدي ممكن ليأخذ هالبيانات يطلب مبالغ من الشركة أو هو يطلع يخسرها صفقات تجارية يخسرها معلوماتها يخسرها السرية المصرفية تبعيتها فكل هاي الأمور لازم يكون فيه إلى تغطية تأمينية حتى نحن كجهة إعلامية نحن عندنا داتا كتير كبيرة تمام مئة بالمئة حتى اليوم المصانع يعني اليوم كل المعامل وبدنا نحكي اليوم على الأخطار هو ما بس سرقة البيانات اليوم مجرد يوقفوا عن العمل هذا خطر اليوم المعامل كلها مؤتمته صارت كل التجهيزات تبعيتها متطورة تعمل بأفضل الوسائل التقنية ولكن إذا حدا قدر يخترق للشركة هو ما عمل شي لا سرق البيانات ولا سواء وقف المعمل فمجرد وقف المعمل العمل تعطيل لا نفترض بهالجهاز عمله إعادة ضبط لضبط المصنع كل شي تطويرات معمولة عليه لغاله ياهر الشركة فهو سبب لخسائر أكيد خسائر كثير كبيرة خسائر حتى خسائر التوقف عن العمل وخسائر بالجهد المبزول والمعمول فيه أكيد دعنا نحكي شو السبب يعني شركات يعني تقبل هاي الخدمة وشركات بترفض هاي الخدمة تكون موجودة عندها ونحكي كمان عن المؤشرات الأخطار الإلكترونية بالعالم شو هي وين سرنا؟ تمام هلا نحن لنحكي على الجزء الأول من السؤال اليوم حاليا نحن ما في الشركات عم تقبل أو عم ترفض نحن اليوم في تطوير للخدمات الإلكترونية في توجهنا الحكومة الإلكترونية بالتوازي معه عم يكون في عنا موضوع الدفع الإلكتروني في عنا موضوع التوقيع الإلكتروني كل هاي الأمور هاي الخدمات اللي هي ماشي بوطيرة جيدة والله يعطيهم العافي القائمين عليها عم ما يمشوا بوطيرة ممتازة ولكن من الجانب التأميني لازم يكون في شيء بغطي هالخدمات هاي يعني عم يعملوا واجبهم ولازم نحن من جهة التأمين كمان نعمل واجبنا يكون في خدمات اليوم بالتوقيع الإلكتروني عم يتطور منحكي فيه بالمختصر هو رح يصير بدل ما نمسك الألم ووقع كل واحد معه توكن صغير حاطه بجيبته بده يمدي ورقة بحطه بوقع هاي إذا نسرع الكود يعني اليوم ضوابط طبع الكود فيها مثلا ما كل الناس بيحفظوا الرقم بعقلهم في ناس بيسجدوا عليها في ناس بيسجدوا على ورقة بجزدانهم راحت وضعت الورقة فصار في مشكل في حد استخدم توقيعك في حد قدر يسيطر على وسائقك يعني اليوم بده تطور على شوي شوي سيصير التوقيع الإلكتروني وبده يتفاعل بده يصير لكل المعاملات بده تمشي بالتوقيع الإلكتروني خلينا نحطي لكم هلا عند المؤشرات برأيك يعني اليوم في عندنا المؤشرات نحن كخبرة بموضوع خلينا نقول إن كانت خدمات إلكترونية هلا عم تطور كانت كتأمين للأخطار الجرام الإلكترونيين نحن بدنا ناخد بالجوار أو بدنا ناخد بالتجارب العالمية ونراجعة اليوم من أكتر الأخطار اللي حاليا عندها قلقة أقلية مثلا بأمريكا أو بريطانيا الشركات التأمين هي أخطار الجرام الإلكترونيين لأنه هي كتير عما ترتفع يعني وصلت تقريبا ل 16 تريليون دولار الخسائر بعام 2017 من وراء الأخطار الجرام الإلكترونيين أقصات التأمين كمان عم تكون كتير عالي يعني متوقع أنه توصل تقريبا لـ 100 مليار دولار بعام الـ 2026 هيا عم نحكي على مستوى للعالم طبعا المقصود فيه أو الخطر ما هو فقط موجه للشركات الكبيرة الشركات الكبيرة بتحمل يعني اليوم تتعرض لخطر ماليا عندها الملاءة وبشريا عندها الكوادر اللي ممكن هي ترجعها تساعدها ولكن الخطر الأكبر هو للشركات والمؤسسات الزغيرة فمثلا ببريطانيا كان في تجربة بالـ 2014 صار هجوم لداتا موجودة لقاعدة بيانات لمجموعة شركات تعتبر صغيرة أو متوسطة ما أنا من الشركات الكبيرة كل شركة تقريبا بحدود الـ 100 ألف باوند يعني تقريبا عم نحكي بحدود الـ 150 ألف دولار خسائر لكل الشركة اللي هي كانت أعلى من قيمة رأس مالها تمام نتيجة هالهجوم اللي تعرضت له والليوم نحن كمان رايحين لموضوع الدفع الإلكتروني والدفع الإلكتروني رح يكون بوسائل متنوعة رح يكون بطاقات رح يكون بموبايل رح يكون ويبسايت إن شاء الله يعني يعني نقرأ بيضل على أنه الوطيرة كتير ماشية بسرعة فلازم يكون فيه إلوه تغطية تغطية لها المحافظ أو لها الحسابات الإلكترونية للجهتين اللي عم يدفع واللي عم يستقبل الدفع إن كان لبياناتهم ولا للأموال أو لوسائل الدفع تماما دكتور رامي خلينا نحكي ناطا أنا كصاحبة شركة أو هيك بدي أمن شركتي أنا كيفين أمن أمن لألكون لحتى تأمنوا لي شركتي من الجرائم الإلكترونية أو بما يخص الإلكترونية يعني شو هي الإجراءات يليل مثلا تطلب الإي تي تبع الشركة والإي تي عندكم أو شو لا كيف نحنا بنتعامل نحن أول شي بي نعطى بريف عن الشركة شو هي اليوم في نوعين في رياحة النفسية بالبداية بدأت تكون لكما هي بالأساس اليوم التأمين هو شو نحن اليوم بالتأمين ما ننعم من بيع يعني الانسة اللي كانت قابلي كانت عم تحكي عن ديزاين لتياب فأنت بتشوفي هذه القطعة بتاعش بيك تشتريها اليوم بالتأمين أنت ما فيش تشوفي صح تمام أنت بدك تسمعي بدك تأمن وتتوسقي لحتى تشتري فأنت ما عندك شغلية تشوفي أدما نروز لك البوليسة التأمين ونعملها ملونة ونحطها ببرواز هي بالآخر ما بتهمك بهمك إذا تعرضت لخطر في شي حدا مثل ما قلت تأمني أنت واسع حطة هل بالنسبة للك ماليتك ولا معلوماتك ولا كل شي حطي بأمان عند هالجهة عند هالشركة فاليوم من بلش مني نحن بدنا نطلع عن معلومات الشركة تزودنا بالمعلومات اللي هي بدياها معلوماتها كان شو حجم العمل طبعا كان حجم التجهيزات تبعيتها كان تجهيزات إلكترونية أو تجهيزات عادية نروح للجانب الإلكتروني من نطلع عليه من شوف شو هي حطة الفايروولز يعني هي شو حطة العوامل الأمان لحتى ما يصير عنده اختراق شو حطة كيف مأهلة غرفة السيرفرات من ناحية التبريد من ناحية التكييف المستمر الطفايات الحريق موجودين كل هاي المعطيات هاي مؤشرات مناخدها بعين الاعتبار في محلات إذا الشركة بتقول أنا هذا الواقع اللي عندي وما بدي أغيره فما منقدر يعني مثلا اليوم شركة فرضا بغرفة السيرفر حطة مكيف واحد ما نحطة الطفايات حريق السيرفر لازم تضل الحرارة تحت الـ 14 عليه أو تحت الـ 15 وهي ما بديه و أنا هذا الواقع هون داخلين بريسك مية بالمية يعني اليوم وقت بيكون الخطر معلوم مية بالمية صعب على شركة التأمين انه هي تضبطه لأنه ما بديه تصير مشكلة نحن عرفانين بديه تصير مشكلة طيبة فأنت يعالج أمورك عن موضوع كتير مهم كيف ممكن الشخص يعالج أو مثلا في أشخاص مثلا بيكونوا محتارين بين أمرين أنه أمنوا ولا ما يأمنوا خلينا نحكي اليوم بواقعنا اليوم عن أهمية التأمين برأيك تمام اليوم هو التأمين بالشكل العام نحن كثقافي هلأ بتقول أي حدا أمن بيقول لك الأمام بأله نحن أكيد الأمام بأله ولكن اليوم كمجتمع اليوم نحن كل ياتنا التأمين هو مبدأ وتكافلي بغض النظر إن كان معك شركات تأمين تقليدية ولا إن كان معك شركات تأمين تكافلي هو مبدأ وتكافلي هو الناس كلها عم تتكافل وتدفع هالأقصاد لحتى في حال حدا تعرض للخطر في حدا تاني فيها المجموعة بتشير عنه الخطر تمام فالتأمين هو كتير حاجة أساسية من يوم تجي حاجتهم وقت نحن منشعر بالخطر وقت نحن منشوف حدا السيارة منلاقي سيارة مندمرة منقول له مؤمن في حدا شعال عنه منقول يا حرام راحت السيارة من يوم دو يعود وقت حدا بتصير معه مرض بفوت على مشفى وقت معه بطاقة تأمين في بطاقة تأمين بتعود فمجموعة وطبع منتجات تأمين مفتوحة كلها ومتنوعة كثير وبتلبي كل حاجات المجتمع يعني اليوم نحن قاعدين بمطعم في تأمين إذا أنا كذبون أنا وطالعت فركشت وقت انكسرت أجري في تأمين بيغطي هذا الشي تمام فإذا أنا المطعم ما أعمل هاي بوليست التأمين راح أعلى أنا ويا إذا كان في صابون على الأرض وزحطط راح يصير مشكلة بيني وبيني لأنه الغلط من عنده وهو راح ينعكس هذا على كل الزباعي الموجودين فجزء كثير أساسي بالحاجة للتأمين إذا كان لشركات هو لتغطية خطر السمعة كمان هذا جزء ما زكرنا اليوم خطر السمعة شي كثير مهم هو كمان قيمته عالة من القيمة المالية لأي معلومات ما هي اللي نازل كنت عم بحكي فيها هي الرياح النفسي دكتور رامين نحن كتير بدنا نتشكرك مرسي كثير لألك وهكي إن شاء الله يكون القصص والتأمين الحديث هو منتشر بشكل الله أكبر بي لنا شكرا كثير لألكم